لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع عبارة رددها هذه المرة بثقة كبيرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث بعد أن شدد عليها مسؤولون غربيون كبار خلال اليومين الماضيين في أحدث بياناته رحب المبعوث الأممي بالدعوات التي أطلقها وزيراء الخارجية والدفاع الأمريكيين ووزراء غربيون آخرون للأطراف اليمنية للاستئناف الفوري للعملية السياسية والاتفاق على تدابير لوقف الأعمال العدائية وأكد أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف للاتفاق على خطوات ملموسة لتجنب جميع اليمنيين النتائج الكارثية لاستمرار الصراع وللتعامل على وجه السرعة مع الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية جريفث أكد أنه سيجمع الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات في غضين شهر في وقت حتى فيه هذه الأطراف على اغتنام الفرصة من أجل توصل الاتفاق بشأن تدابير لبناء الثقة للانخراط بشكل بناء مع الجهود الحالية للسئناف المشاورات السياسية على وجه السرعة من أجل التوصل لاتفاق على إطار المفاوضات السياسية وعلى تدابير لبناء الثقة موضحا أن تدابير بناء الثقة تتضمن على وجه الخصوص تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني وتبادل الأسرة وإعادة فتح مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوتيين حاليا وفيما جدد التزامه بالموعد المحدد لعقد هذه المفاوضات أي بعد شهر من الآن عبر المبعوث الأممي مارتين جريفث عن تفاؤله بالانخراط الإيجابي لكل من الحكومة اليمنية والحوتيين مع الجهود التي يبذلها السويد قد تكون على الأرجح المكان الذي تعقد فيه جولة المشاورات المقررة بعد شهر في ظل الاستعداد الذي أبده هذا البلد على لسان وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم وذلك في تعليق لها على مقترحات وردت على لسان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي عرض ما يشبه خارطة طريق لسير هذه المفاوضات وأجنداتها توافق غربي على إنهاء الحرب في اليمن عبر الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي ترافقت مع مقترحات تشكل خارطة طريق بالحد الأدنى من الإنجازات التي تحاول أن تدفع بالتدخل العسكري للتحالف السعودي الإماراتي نحو الفشل وتبقي أسس الصراع قائمة على حالها في بلد لا يقبل بأكثر من تسوية شاملة ومستدامة لهذه الحرب التي أفقدته معظم مقدراته وإمكانياته